أجم كبير عمد متعب النهاردة كان ليه فرصة جميلة قوي لكن تطمت فيه العرضة هادي أمامنا عمد متعب يتسلم الميدالية شوفي الأمامنا هاي الجماهير جماهير المصرية اللي أتت ستنبورج العرب لتتابع انتصار النادي الأهلي حضور النهاردة عشر دولار متفارج وفقا للإجراءات الأمنية شريف إكرامي باطل يا شريف باطل يا شريف محمد بركات هدف جميل أو البركات الحقيقة في دي 71 سيد حمدي بازل مجهود كبير لكن مطلوب سيد حمدي بقى اللمسة الأخيرة وأمامنا هنا شهاب اللي كان مرشع للمشاركة لو لا إصابته قبل المباراة بساعات وكانت فرصة أن يشارك رمي ربيعة هادي أمامنا هنا شريف إكرامي عمد متعب محمد بركات والجمعة هيتسلم الكأس هو قائد النادي الأهلي هادي أمامنا هنا الجهاز الفني مبروك النادي الأهلي مبروك لمصر نادي الأهلي يدخل البهجة دائما والفرحة الكبيرة على الوجوه هادي أولا اللعب دومينيك الموريتاني دومينيك دا السلبة وجهود أيضا كان شارك فيه كل من أبو تريكا وشارك فيه أيضا محمد ناجي جده وأحمد فتحي قبل أن يعاروا إلى بنياس وإلى فريق نادي هالستين وصام عشور المصابين من الساشل المصابين أولت حضراتكم حسام غالي ساب معاود وليد سليمان أحمد صديق قايمة من الغيابات وهادي أمامنا هنا سعد الدين سامير شارك في هذا الإنجاز التاريخي أول ألقاب الأهلي كان عساب كازر شيف زربعة واحد نتيجة تظهرنا ما تعبرش عن اللقاء الأهلي كان الأكثر فرص الأكثر محاولاته ورغم كده فريق نادي ليو بار كان ممكن أوي يختف التعادل ونصل إلى ركلات ترجيح كرة رودي في القائم في الشوت الأول ديها 38 انفراد كومبو وتصد شريف إكرامي لكرة جانزي الأخيرة والمتابعة اللي كانت من وقل جمعة النهاردة المتميز القطوة الحقيقة في اجتماعه بزملاء اللعبين أمامناه نائب رئيس نادي ليو بار ورئيس تحت كرة القدم جمال علام وهنا بقى كأس البطولة من العمر فاروق عيسى حياته يسلم العمر فاروق كأحد أمنا النادي الأهلي وزير الرياضة هنا يسلم في حضور كابتر حسن الحمد رئيس نادي الأهلي الكأس السوفر الخمسة في تاريخ نادي الأهلي ألقاب وأرقاب يا أهلي ألقاب وأرقاب يا أهلي تسعد الجميع من خلال هذا الأداء والجمعة يرفع كأس البطولة في هذه اللحظات الأهلي كما عودنا جميعا الأهلي بطلا هو عنوان ليس بالجديد لأن الأهلي دائما وعمدا له الجديد وله الروح وله العزيمة في جيل جديد اليوم النادي الأهلي في وجود رمي ربيعة في وجود ريزيجي في وجود سعد الدين سمير في وجود هذه الأسماء الشامة هذه الوجوه الشامة الأهلي لقب جديد يضاف إلى خزائنه وألقاب وبطولاته هي لحظة تسكينية ولحظة الصورة الغالية صورة يعني أكيد يعني أسعد من فيها هو الجهاز الفني وأمامنا هنا الفرحة أهلي أهلي هو الشعار هو العنوان هي الكلمة بهذه اللحظات الجميلة نتابع الإصرار بالفعل اليد الطولة هي من تنلقب البطولة الأهلي الأهلي كبير رغم الغيابات رغم العصابات لكن يبقى الأهلي هو بد بكورة القدر المصرية أعطي الكلمة للزميل أحمد سؤال إلى اللقاء شكراً للمشاهدين هذه الصور التي تأتينا من ساد بورج العرب بالأسكندرية والفرحة التي دائماً ما يصنعها النادي الأهلي صامع الأفراح للرياضة المصرية في الأيام الصعبة التي تمر على مصر هذه الفرحة القبرى لجيل من الشباب كما تحدث المحللين كما تحدث أيضاً وقالوا أن هذا الجيل الجديد الذي يصنعه النادي الأهلي بقيارة المدير الفني الكفء كابتن قسام البدري نعود إلى محللين وقتر عبد الحق كنا توقفنا معك وكنا قطعناك حتى نذهب إلى التتويج تريدك أن تتحدث أيضاً عن النادي الأهلي وهذا التتويج بجيل من اللعبين الجود وهذه هي ميزة الفرق الكبرى قلتنا هي إلا دافع كبير يعني المشروع النادي لتغيير أو يعني الجيل الجديد هذا بيش تكون عنده أكثر أكثر عزيمة بيش تكون عنده مباراة مرجعية